نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وما هي الخطوات التركية حتى هذه اللحظة فيما له علاقة إذن بالتجديد أو تقييد حركة الإخوان في تركيا فبعد تقييد قدوات إخوان مصر على أراضيها صغادت تركيا حملتها ضد الجماعة تحت عنوان أساسي هو ترحيل وتجميد أو ترحيل وتجميد ومحاسبة مصادر تركيا أكدت أن السلطات التركية طلبت من رجال أعمال تابعين أو محسوبين على الإخوان مغادرة تركيا خلال تسعين يوما قالت المصادر إن رجال أعمال الجماعة تعهدوا للاستخبارات التركية بالمغادرة إما إلى لندن وإما إلى ماليزيا كما قالت المصادر إن رجال أعمال الإخوان سينقلون أموالهم إلى دول أخرى خلال الأسبوع المقبلة مع السماح لهم بإبقاء بعض استثماراتهم داخل تركيا قالت المصادر إن عددا من قيادات الإخوان قاموا بعمليات غسيل أموال وتورطوا بتهريب مخدرات وأسلحة خلال إقامتهم في تركيا وحققوا من وراء ذلك أموالا ضخمة كما أصدرت أنقرة عميما يمنع بموجبه دخول أي عناصر إخوانية مصرية إلى تركيا قادمة من سوريا أو العراق كانت تعمل مع تنظيمات إرهابية ومتطرفة كما ستلغى إقامات كل من شارك بأعمال إرهابية مع تنظيمات مشبوهة مثل داعش وبيت المقدس في مصر وقالت المصادر إن من لم يتورط بأعمال إرهابية أو عمليات تحريض على الدولة المصرية سيسمح لهم بدخول مصر بعد مراجعة أمنية دون فرض أي قيود ولفتت إلى أن تركيا ستقوم بالتنسيق مع السلطات المصرية في ملف مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية شديدة الخطورة من المصريين كما ستجمد تسليم جاوزات سفر تركية لعناصر من الإخوان كان من المقرر تجنيسهم حين انتهاء الاستخبارات التركية من التحريات الخاصة وكشف عن مشاورات حالية بين جهات أمنية تركية واخرى مصرية لوقف نقل المرتزق السوريين والأجانب إلى ليبيا وقالت المصادر إن تركيا ستشكل لجنة رفيعة تضم أطرافا مختلفة لتقييم العلاقة مع الدول العربية والعمل على توسيعها تمهيدا للتقارب